يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اشترى بضاعة من رجل بأقصاط شهرية نعم رجل اشترى بضاعة من رجل بأقصاط شهرية وكتب في العقد أنني إذا سددت بانتظام من غير تأخير فإنني أستحق وأن يخصم لي مبلغ ألف ريال فهل هذا الشرط صحيح وهل يكون العقد والبيع صحيح؟ إذا رضي الطرف الثاني بالخصم الحق له إن راد يخصم لو يلغي الثمن كله ما فيه مانع هذا حقه يلغيه كله أو يلغي بعضه ما فيه مانع لكن العكس هو اللي ما يجوز يقول كل ما تأخرت يزيد عليك المبلغ وتزيد الأقصاط هذا حرام لا يجوز نعم